بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله. سعيدنا عمر واد. لأكونوا معكم في اللقاء الاول من مادة القانون الجنيه مع تعامل. من آآ القانون الجنيه مع تعامل. آآ استاذنا الدكتور آآ اشرف طوفيق شمس الدين. وآآ في عندنا آآ زي ما احنا عارفين المقرر آآ آآ السنة دي آآ المقرر الدليل الجنائي الكروني دراسة مقرمة في آآ احكام آآ الاحكام الجنائية. وهنا نعتبر ان الكتاب كله بيطور حوالي المحور واحد. هو مدى آآ سبوت الدليل الالكتروني في الاسبات الجنائي. او مدى حوية الدليل الالكتروني في الاسبات الجنائي. تمام؟ وازا نحن عارفين ان في عندنا لابد يبقى فيه ضمنات لقبول الالكتروني في الاسبات. وبصفة عامة عندنا كده يعني في القانون الامريكي في قاعدة بتقول قاعدة استبعاد الدليل متحصل بطريق غير مشروع. عشان صدرت المحمد نهاردة إن شاء الله نتكلم عن مهية الدليل الأكتروني مهية الدليل الأكتروني طبعا ما فيش وقت نعمل مقدمات وقلام مندع شاء الوقت إيه دايئ جدا معنا أول حاجة مهية الدليل الأكتروني نتكلم عن حديث الدليل الأكتروني من حيث تعريفه تمييزه عن الدليل العادي اللي هو التقليدي الفلق من الدليل التنظر ورقمовой المخصogen والمعارجة الإلكترونية ويس paganizes مصادر الدليل من حيث الأجهزة المادية أول حاجة نتكلم عليها بمقدور الدليل الأكتروني نتكلم jakie هو الدليل الأكتروني إيه تعريف الدليل الأكتروني عشان نعرف الدليل الأكتروني نازم نعرفه أوله عندنا هنا تعريفين تعريف الأولاني بقولك إيه الدليل الأكتروني هو معلومات وبيانات لها قيمة في التحقيق الجنائي بعلومات وبيانات لها قيمة في التحقيق الجنائي تكون مخزنة أو مستقبلة أو منقولة بجهاز إلكتروني ده تعريف الأولاني فيه تعريف تاني بولا كيه هو دليل إلكتروني هو أي بيانات أو معلومات إلكترونية أي بيانات أو معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة في الإسباب لها قوة أو قيمة في الإثبات وتكون مخزنة أو منقولة أو مستقبلة يعني أي مستخرجة مخوزة من أجهزة الحاسب أو الشركات المعلوماتية وما في حقوقها ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج وتطبيقات تكنولوجية خاصة ده بالنسبة للتعريف الدليل الإلكتروني في فرق بالدليل الإلكتروني والدليل العادي في فرق هنا بالدليل الإلكتروني والدليل العادي هل بقى لكم الحاسب التي نتكفع لها شوية هي التي تبقى مهمة شوية هي موكت كيفة نظري أو موكت تعريفات كل المنسبة الفرق بالدليل الإلكتروني والدليل العادي الدليل العادي يترك أصل مدي أصلاً مدياً يدل عليه هو الأصل المدي ماستيق ضبط سلاح مخضرات مستهد مصور إذن هي في أصل مدي هنا في أصل مدي الدليل الإلكتروني ليه؟ لأن قوامه هو مجموعة من البطاط المغرصية والمغربية قوامة الإلكتروني مجموعة من البطاط المغرصية والمغربية ليه إيه الدليل الإلكتروني؟ سامعة فيه نحن الموبايل الموبايلات والقوم بيوتر والحاجة بتقول لها تبنيج النقطة التانية في الدليل العادي إجراءات الضبط في الدليل العادي تتمحر مرحلة واحدة إزاي؟ وتحصل إزاي؟ بتخش يخش بادي مرحلة واحدة يبا هنا فيه الدليل العادي يحدث على مرحلة واحدة يحدث في مرحلة واحدة الدخول والتفتيش مرحلة واحدة الدليل الإلكتروني بيحصل على مرحلتين إزاي؟ مرحلة أولية عملية الدخول وتحفز على جهاز الكمبيوتر ونقلوا خارج مكان الضبط يخش يجيب الكمبيوتر من جوه ونقلوا طلعوا برد مكان الضبط برقم واحدة اتنين تفتيش الجهاز أحسن عن بيانات تكون تليلا على الجريمة طب البيانات اللي فاش بياب عد عنها بتكون تليلا للجريمة برضو بتيجي عن طريق نقطة طيب تفتيش مدّي وتفتيش إلكتروني إيه تفتيش المدّي هنا وإيه تفتيش إلكتروني نحن نتكلمين تفتيش مدّي بحث عن جهاز إلكتروني معي مثل حاسب قالي كاميرا هاتف محمول يبحث عن هذه الحاجة لا تفتيش مدّي حاجة مدّية ويدغل عليها عشان يجبها تفتيش إلكتروني بالحصول على بيانات الجهاز المفضل عصول على بيانات من الجهاز المفضل هنا فيه تمام بالاختلاف بين نوعية تفتيش وما كان التفتيش هو وقت التفتيش فيه مكان فيه اختلافات ما كان التفتيش فيه وقت التفتيش كل ده بيه حاجات إيه اختلافات بين نوعي التفتيش ماشي يبا احنا قلنا هنا اول حاجة عشان توجيش قال في الحد دليل الفرق بالدليل الليكتروني والدليل العادي ويس اول حاجة تعريف الدليل والفرق بين نوعي دليل الليكتروني والدليل العادي نقطة 2-2 لأخطر العادي يطلق أصل مدّي الليكتروني لا يطلق أصل مدّي العادي ويوماسل المستند الليوركي البيتات المستند الإلكتروني ويماسل المستند بيتمثل مع مستند الورقي من حيث ايه اوجه الاستعمال له مزايا كتير جدا جدا وله انتشار واسع وتزايد مستمر في استخدام والكثير جدا بالتشريعات تساوي بين المستند الورقي ومستند الورقي كثير جدا بالتشريعات تساوي بين المستند الورقي والمستند الدكتروني في إثبات المعاملات أمام القضاء والمستند الدكتروني لو ايه يعني لولا انه قدية نطاقا من تعبيد الدليل الهكتروني مستند الهكتروني له قدية نطاقا من تعبيد الدليل الهكتروني يشترك في المستهد ان تتوافر لها الضوابط التي نص عليها المشارك هي حجيرت الاسبات وبصورته مع المستهد الولقي وهزيرة تتوافر في الدليل الهكتروني هنا مستهد finding إلكتروني هو إيه؟ بحقيه في الإسباب ماشي، بس في نفس الوقت بسواته مع المستند الورق في إيه؟ مستند رجل وهذه اللي تتوافر بالدليل إيه؟ إلكتروني المستند يجب أن يحتوي على إيه؟ بيانات لها أهمية قانونية، بيانات دي لن نوقفين في الإسباب أما الدليل يجب أن تكون الواقع لها أهمية قانونية في إسباب إلكتروني بيحتوي على بياناتها أهمية لها أهمية قانونية في الإسباب أما الدليل الإلكتروني ما يشتلطش فيه أن تكون الواقع لها أهمية قانونية في إسباب الدليل الإلكتروني أكثر أو أوسع نتاقم من تعبيره مستند لها الدليل أكثر نتاقم من تعبيره مستند نفسه ليه أوسع نتاقم المستند أضيق أضيق مش أوسع المستند أ SALME بطاقة من الدليل أما الدليل أوسع النطاق seniors الدليل اللكتروني بين تعبير الدليل الرقمي و دليل التناظر الدليل اللكتروني هنا استثارة نوعيا للأدلة وهو التناظر والرقمي. يبقى الدليل التناثوري؟ وهي الدليل الرقمي؟ يبقى الدليل الرقمي والتناثوري. ايه هو التناثوري؟ هي البيانات التي تنتج عند هذا التناثوري. ويمتاز بسهولة رؤيته. التناثوري يمتاز بسهولة رؤيته. ويعج دليلاً أكثر قبولة القضاء والرجال للضبط القضاء والمحمد. ايه؟ 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 ايه دليل التناثوري يعتبر زي الدليل الرقمي بالضبط. ايه؟ المحمد نعطى او القاضي او او اللي جاء للضبط القولمبو. ايه؟ له اكثر قبولة عندهم. ايه دليل التناثوري اكثر من ايه؟ انت بحاجة قدامك. رؤيته مسهلة. لو لا قدامك وبحكم بيه او ببص عليه رؤيته مسهلة. غير المبيل اللي هو الرقم. نفس الوقت. الدليل التناثوري يمكن تخزينه من خلال من خلال نواق اليدوي. زي الورا او بفرم التصوير. ممكن نحن اخذ ايه؟ الحاجات دايه. ديه الدليل الرقمي. ايه الدليل الرقمي هو انت؟ هو استخلاص بيانات لها القيمة الرقمية. بيانات لها قيمة رقمية. غير ايه؟ التناثوري. التناثوري بيشمل بيانات. عن ايه؟ بتشمل على بيانات عند ايه؟ تنتج عن جهاز تناثوري. الرقم ايه؟ اتخاذ بيانات لها قيمة رقمية. البينة. الامر في التليل الرقمي يتعلق بيانات. إنشاء هذيه البلاد او معالجتها وتخزينها. او معالجت هذي البلاد وتخزينها. او الاتصال بها بأي جهاز كمبيوتر. الرقمي اتصال بها بأي جهاز كمبيوتر. تكون اقلاقها بواسطة ضام النظم الاتصالات. هذه البلاد لأنها متعلقة بالإثبات أمام القضاء هذه المنات تكون هذه المنات تكون معلقة بالإثبات أمام القضاء الصعوبة الحقيقية هنا في هذا النوع ما غير قابل للفهم بيسر بين المشتغلين بتطبيق القانون التناظري رؤيته سهلة وشغله سهل مع القضاء والمحاومين والناس دي كلها أما بالنسبة للجميع الرقمي بيعتبر يعني جامد غير قابل للفهم يعني مش يسير زي التناظري فعلا مش تنظر الدرور الرقم يمكن أن يجعل اللي جاء للضبط والتحقيق والاتهام لترددون مبين إقامة الدعوة الجنائية ده أنت شخص أو الهجام على تخدمه لهم حاجة السنادا إلى هذا الدليل حيث يتجنبوا ايه لاحتمالات الخطأ فيه ممكن يكون ايه وباعتم ايه الدعوة أو حاجة في الدليل اقترار قومي بالذات أن يبقى الرقمي ممكن يبقى فيه خطأ الدليل الرقم يتطلب لاستخلاصه بجهاز الالكتروني عشان الدليل الرقم عشان أبقى ما استخلصه لازم يكون في جهاز الالكتروني فضلا أن التعبير الالكتروني يشمل معنى ايه التناظر والرقم الدليل الالكتروني لو أنه بنوعين ده هو التناظر والرقم الدليل الالكتروني بيشمل الاثنين دول بيشمل الاثنين دول والقواعد اللي بتطبق عليهم هي في الأغلب قواعد واحدة لو التناظر والرقمي هي قواعد واحد إن الاثنين تابع مين الدليل الالكتروني هو بيجي تقول لك دراس دي التلانطوري وده دليل راقب القصف إلى النقطة المقصود المعاجلة الإلكترونية عملية تقنية عملية دي معاجلة الإلكترونية عملية تقنية تتم كليا أو جزئين بكتابة أو تجميع أو تسجيل أو ضغط أو تغزيم أو دمج أو غلط أو إرسال دي كلها معالجات إلكترونية وتتم باستخدام أي وسيط من الوسائل أو الحاسبات أولا كذا الإلكترونية أو المالتسية وتستخدم تاريخين الكمبيوتر اللي حم تستخدمه لأن الكمبيوتر عمدا شغله في كل حاجة هنا واستخدم بغير الكمبيوتر للدلال على أي شكل وحدة المعالجة أي حاجة الوحدة المعالجة هنا بيستخدم فيه الكمبيوتر وإيه داني وسعادة جادة رقمية وعدادات الكهرباء وإيه الخصاص المشتركة في الحاجات كلها دي حاجات مشتركة طبعا تحتوي على وحدة الإدخال وإخراج البيانات دي بتحتوي على وحدة تاخد البيانات وبتخرج البيانات في وحدة الإدخال ووحدة للإخراج ماشي؟ إدخال البيانات يكون من دخلق الملفي داخل ويجد هنا أنت توفق الجهاز القدرة على إخراج المعالمات أنت بتسجل على الجهاز بنفس الوقت ما فيه قدرة أن أنت لما فيه الشغل الجهاز بعد كده أن أنت تشوف اللي أنت تسجلته أو اللي أنت تخلطه في هذا الجهاز زي الموبايل الهاتف أنك أنت بتتكلم مع واحد أو بتسجل حاجة معينة بعد كده لما فيه جدا يدوص على الزراء بتاع تلوه إيه بعد التسجير عشان تسمع التسجير بتسمعه عادي جدا قابس النظام في الكمبيوتر ممكن تدخل أي حاجة عن الكمبيوتر فيه جهاز تدخل وفيه إيه حاجة هو وإنت بتدوص على الزراء بنفسه بتخارج بتشوف اللي أنت دخلته إيه نظام إيه طيب تأثر إدعاء الدليل الالكتروني رامعي الدليل الالكتروني بأثر رامعي هو أول حاجة أول نوع منه بيشمل بناتهم متخرطة من جهاز معين الجهاز بإيه اللي هو بيشمله دليل الالكتروني قلنا كومبيوتر بلا ديسة الرقمية الاجهزة الرقمية طيب المعلومات المنقولة الالكترونية تاني حاجة هي المعلومات المنقولة كنينية لقى الاتصال بشبكة المعلومات الرقمية ايه مصادر الدليل الالكتروني عندنا؟ فيه مصادر الدليل الالكتروني اول حاجة نتكلم عليها الاجهزة المادية الاجهزة المادية فايه دي الاجهزة اللي تتوقع من انتخلص الدليل المادية؟ اي شريحة اي شريحة عندنا تضمن تقنية ومعادة بيانات تكون بمقدرة ان تصدف الاشيطة هاي؟ الاجرامية وبالتالي يجود ان تكون مصادر الدليل الالكتروني تلاجات تلاجات زكية مزهودة بشاشات عارفة الأجهزة التي يمكن استخلاص الدليل منها داها زيه الموبايل العبات المحمول قمبيوتة المكتبة كامرات الألعاب الكتورنية أجهزة الراديو الساعات السماعات القاميرات دي كلها في كل دي أجهزة لغة استخلاص الدليل منها استخلاص الدليل منها طيب لاذه يمكنني أو أجهزة لقم ايه؟ يجي هنا المحكمة القولة الأمريكية قلت لك إيه يتم تفتيش الهاتف المحمول بناء على مذكرة التفتيش طب هنا في قعدة اللي احنا عارفينها في المادة ٤٦ عندها المقرون في مصر هي بضلة كيف جواز التفتيش كلها مجاز القبض جاز التفتيش كلها مجاز القبض تيه مادة عندها المادة ٤٦ في قنون المصر التعامل هنا المادة دي عندهم الهاتف طبق الهاتف المحمولة التي تضبط في حوضة المقود عليها لأن هذا الجهاز يوجد به أوراق متلية تتسم به بالاتساع وعاد مركضة على حملاء مثل سجلات الحاسبات مفاقرات يومية انتقاط صور أسماء أرقام أشخاص معينة بيانات الاتصال الخاصة به ومدت كل مكالمة وتاريخها وقتها الأصباح إيمانة الأجهزة الهاتف المحمولة وسيلة للتعامل بالأشياء غير عبر الانتنكس الزيانة شهورة الانتصال بالشبكة والانتماج مع الغير بين الأشخاص البرامج والتطبخات اين هي البرامج هنا؟ وإيه تطبخ البرامج الأجهزة الهاتف تتكلم بيه سلسلة من القوامل بتوعة الجهاز الرقم برامج فيه سلسلة كده فيه سلسلة كده برامج جهاز الرقم للتنفيذ بهم معيانا لازم ايه سلسلة انت تتكلم الجهاز الرقمي عشان ينتبس مهمة معيانا فيه ايه تطار زمن معي مهم معيانا تطار زمني معي وعدين هي ايه مسؤولية تين مسؤولية هي عم توفيه ايه توفيه تعليمات إلى الجهاز الرقم واناك نعين من البرامج البرامج مسؤولة على قيام بالأعمال الأساسية للجهاز ودي يطلب على نظام ايه ادارة الجهاز هي ادارة الجهاز وعدين اني مسؤولة على السيطرة على النساب البانات والتانية التطبيقات اللي هي الجالب الذي يواجه مستخدم الجهاز في التعامله معه ويجعله قادر على تنفيذ المهام التي يوردت على الجهاز ومن المثلين ذلك برامج في الكتابة شبكة تصنيع تصفق شبكة الان تنفيذ تصفق على الشبكة بتاعتك طوصل اجتماعي طب من نزل شبكة الانترنت هي من أهم مصنع الأدارة العقنامية هو بيستخدمها المحاكم في استخلاص ايه الدليل شبكة الانترنت تبيئة شبكة الانترنت من حيث ايه انها حلمية حلمية النطاق وهن فيه ثقوبة كثيرة هلا بالتعقيق متعقيق الجنائي واذا توصلت بتعديد اوية الشخص في ان وجوده خارج الدولة يقف عصر امام حضر يعني ايه ايه تحديدت الشخصة بالحاجة الانترنت بس ايه لا ممكن تبقى الشخص ده خارج الدولة منها تبقى فيه مشكلة دم القضاء ماشي بيبقى ده عصر اضم حاجة نفسه العضية اللي عندنا المشهولة ده ايه بتعليق المنتهم رسوا بعدة طهم ببناء ايه بس الاموال الرجل ده قام بينشاء سوء سود على الانترنت قدك على ايه قرية الحرير سودة سودة وعمل هذا الموقع باعتباره ايه بودت من العلم السوفي الاسود للشبكة العنقبودة الرجل ده استخدم شبكة مخصوصة تحتاج الى برنامج معين التعامل معها والحصول على اذن من المتام حتى يتسنى له ايه المتعامل من الاتصال معه لازم ايه ايه اذن عشان تيجي التعامل مع هزا له ومن خلال هذا الموقع تمكن تجار المواد المخدرات بيكافة أرجاء العالم منش ايه منش لقاه وبيعها باستعمال كلمة البيتوين كلمة عملة آآ سمال عملة البيتوين وده ما كانوا متعامل في السلع والخدمات غير المشروع بدون كشف هو هلا بالتام باستخدمت ايه موقع طريق التحريف وشغال الموقع ده وحقه ده موقع طريق التحريف بس هلا تمكن الناس الآية من تجار المخدرات الآية من تجار المخدرات وغيرهم من توزيع ايه تجار المخدرات وصول ايه غير مشروع الاقصد من البيت المسؤول هم السؤول حول العالم وقاموا بغسط مقات الماليين غسط اموال مدرات التي ايه كذبوها من الاعمال غير مشروع قاموا اعمالات غير مشروع ماشي نقطة تانية اشخاص مصلحون قاموا بالصد على مقرر تدول عملة البيتوين هنجل ترم واغبار العملين بالقوة على تحويل ما بالاكتبلا بازيل عملة تحت هديد السلاح فيه انا مفرق بين البيانات والمعلومات في موضوع تليل يختروني في فرق بين المعلومات والفرق بين البنات ايه البيانات ايه المعلومات البيانات ايه المجموعة من حقائق والقياسيات والمشاهدات ما هي بتكون ايه اما عرقام اما حقوث اما رموز اما تواريق حاجات دي كده. في الوقت انا قلت لك خمسة ستة سبعة ثمانية. في امت حاجة? اين صاد? عرفت حاجة? ده. طب ماشي. الحاجات دي انت بهم بعطرة. غير منتظرة. بيانات دي وبعطرة وغير منتظرة. ليس لها معنى. ملاش معينة. واحد يقول لك ايه? اين? لا امتحت صاد بقى. دي حاجات ملاش معنى. بقى اقول لك سبعة ثمانية اتنين وواحد. ملاش لها معنى. ايه معنى? حاجات ملاش معنى. هنا بقى بيجي تتم ايه? لها زي مادة دي تم تجمعها وبتم معالجته. لما بتتم تجمع هذه البيانات. وبتم معالجة هذه البيانات. وايس. في هذه الحالة تقدم بمفهومة هون. ليه? انت جمعت البيانات دي كلها. جمعت المعلومات دي كلها. وايس? الاول ما كانش لها معنى. لك هما جمعتها وعالجتها بايت لها معنى ومفهومة مجموعة وبتنضح بهذه الحالة بايت ايه معلومات كانت شوية بيانات بيانات ايه أرقام آآ كلام عادي أي حاجة موجودة كل دي بيانات بس ملهاش معنى لما جينا بقى ناخدها كلها ونجمعها ونعالجها بايت لها معنى وعلاها بايت قدر